هذا وقد أكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين والجمهورية التونسية ترتبطان بعلاقات أخوية متينة تقوم على التواصل والمحبة والتقدير بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وأن هذه العلاقات الوثيقة تشهد على الدوام المزيد من التطور في شتى المجالات بفضل الرغبة والعمل المشترك لدفع التعاون الثنائي قدما للأمام وتعزيز التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية جاء ذلك في افتتاح الدورة السادسة للجنة البحرينية التونسية المشتركة التي عقدت أعمالها في تونس برئاسة وزير الخارجية وأخيه معالي سيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة وأضاف معالي وزير الخارجية أن لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس البهجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية في زيارة الميمونة التي قام بها فخامته إلى مملكة البحرين يناير الماضي كان له بالغ الأثر في منح المزيد من الزخم والدعم للعلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو مزيد من التقدم والنماء وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة هو دليل على نهج قيادتين البلدين وحرصهم المشترك والدائم على توطيد وتثبيت أسس التعاون المشترك وخطوة مهمة باتجاه دفع العلاقات البحرينية التونسية نحو أفاق مستقبلية أرحب لتعزيز مساعد تنمية والرخاء وأن الاستمرار في عقد هذه الاجتماعات الأخوية يسهم في تعزيز التكاتف العربي وتطوير مؤسسات العمل العربي المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمة العربية وتفرض العمل الدؤوبة والتنسيق الجاد سواء بشكل ثنائي أو جماعي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم للشعوب العربية وجدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة موقف مملكة البحرين الثابت والدعم لتونس في مسيرتها التنموية ولكل الجهود والإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقارها الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي منوها معاليه بنجاح عملية الانتقال السياسي في تونس وتجربتها الديمقراطية الرائدة من جنبه رحب معالي سيد دخميس الجهناوي بمعالي وزير الخارجية والوفد المرافق في بلدهم تونس مؤكدا أن لجنة البحرينية التونسية المشتركة تعبر عن العزم الصادق في المضي بالعلاقات قدما للأمام في جميع المجالات منوها بالنتائج المهمة للقاء حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي بالمنامة في يناير الماضي مثمنا وقوف البحرين إلى جانب تونس في مسيرتها السياسية والاقتصادية وأشاد معالي سيد خميس الجهناوي بما تحققه مملكة البحرين من تقدم ونجاحات ملموسة على المستويات كافة بفضل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى مشددا على موقف تونس الثابت والداعم لمملكة البحرين ضد أي تدخلات في شؤونها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب وللحفاظ على أمنها وعلى سلامة مواطنها والمقيمين على أراضيها وخلال الدورة السادسة للجنة المشتركة البحرينية التونسية تم التوقيع على خبس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حيوية كالصناعة وزراعة والثقافة والإعلام والطاقة والشباب والرياضة والتربية والشؤون الدينية والتنمية والتخطيط العمراني والجمارك هذا وقد وصل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية إلى الجمهورية التونسية في زيارة رسمية عيث كان في مقدمة مستقبليه أخيه معالي السيد إخميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة